السلام عليكم traits of critical thinkers فيديو اللولة نشوفنا واحد انتروش من التعريفات التفكير النقدي دروك غانشوفو دق السيمات او دق الصفات التي يكونوا في ذلك الناس التي مرسو التفكير النقدي critical thinkers are open and receptive to all ideas and arguments even those with which they may disagree هالك هالناس التي مرسو التفكير النقدي يكونوا open المفاتحين و عندهم واحد قابلية receptive to all ideas لهم واحد قابلية ديال لقاء الافكار والarguments حتى هذوك اللي هما مختلفين معاهم يعني يتقبلوا كل شي they reserve judgment on a message until they have examined the claims ما تيوصلوش يحكمو على شي خيطاب او لعلش حاجه حتى تتتحقوا من الكليمز اللي هما الادعاءات logic اللي كان في ذاك الخيطاب مثلا and evidence used مثل نقلمشي واحد شاهدرا ما تيوصلوش تيغيروا احكام مسبقة او التي يحكمو علىها حتى تتتحقوا من هالشي claims logic and evidence used critical thinkers understand that a message is not inherently wrong or flawed if it differs from their own thoughts هالناس مرسو التفكير النقدي فاهمين واحد مسألة بان اي خطاب او لاش حاجه ماشي جايا كوك خاطع انها تختلف مجرد انها تختلف مع الافكار ديالهم they remain open to the possibility of changing their view on an issue when logic and evidence supports doing so تبقوا دائما عندهم محفظين على ذاك القابلية انهم يغيروا الرأي ديالهم إلا كان يعني يغيروا الرأي ديالهم على شي حاجه on an issue إلا كان داخل في المنطق وكان الحجاج تضحضوا ذاك الافكار الاولية اللي عندهم يعني كان امكانية نبدأ الرأي ديالي على شي حاجه critical thinkers are interested in understanding what is happening in a message critical thinkers تكون عندهم اهتمام انهم يفهموا على الشي ضرمت انو حد الخطاب and avoid jump into conclusions ويتفادوا انهم دغياء القوم بستنتاجات مش من الجملة اللولة دغياء يحكموا على الشي واحد they take the time to examine a message ويأخذوا وقتهم باش يفهموا ذاك الخطاب critical thinkers ask questions of what's going on around them and in a message they want to know more and take action to learn more يعني تكون عندهم واحد تعطش للمعرفة ودائما تبقوا يتساءلوا على اش توقع اش توقع ذاك الشي اللي ضاير بهم في الحياة اليومية critical thinkers exercise an ethical foundation based in searching for the truth يعني تكون ذاك البحث ديالهم على الحقيقة مطالق من واحد الاساس اخلاقي يعني ماشي تيقلبوا على الحقيقة عيباشن ولا تيقلبوا على الفلاوز والأخطاء في شي حاجة او لفش واحد عيباشي بين وراهوا خطأ او لاش حاجة ولكن بني على اخلاق اساسية ديال البحث عن الحقيقة they understand that even the wisest people may be wrong at times وتيتفاهموا بان حتى اكثر الناس حكمة يقدروا يخطأتهم من رمضة because they are human critical thinkers have faith in the power of logic and sound reasoning يعني كهذه critical thinkers تيأمنوا بزاف بالقوة ديال good thinking يعني اذا كنت تفكيروا لك المنطق الجيد they understand that it is in everyone's best interest to encourage and develop sound logic هنا الصوند تتعني good تتعني good logic تيأمنوا بان نرى الصالح اي واحد انه يطور هذ المهارة good logic more importantly critical thinkers value the power of letting all others draw their own conclusions والاكتر اهمية هما هال critical thinkers ما شيف تيأتاك الconclusion وتيأتاك الرأي واحد opinion دياله وذي اشحره تيقول رأي الاخراء and end there is nothing else تيشرح ليك وتيوضح ليك الاشواقع هنا وشوف both sides وتيخليك نتست انتش نتللي draw your own conclusions about a topic about a person about an issue whatever recall that critical thinking recall remember that critical thinking is an active mode of thinking an active mode instead of just receiving messages and accepting them as they are we consider what they are saying يعني بدلا عيباش نتقبلوا اي حاجاتنا كما هي we consider what they are saying تنتابهوا ولكش اللي تيقولوا ذوك للرسائل او لذوك الخطابات او للناس او لwhatever we ask if messages are well supported وتنشوفوا واش هالذوك المعلومات التي تتجينا او الخطاب التي تجينا well supported يعني with arguments الشيء اللي قلت عليها انتصدقها خاصة نشوف شنا وما الارجومات التي تتدافع بها لذاك شيء اللي قلت ليها مثلا او لذاك شيء اللي اسمعت we determine if their logic is sound or slightly flawed نشوف واش هاداك المنطق اللي في هاداك خطابات او لذوك الرسائل او لذوك الناس او لذوك ال issues واش sound good او لا slightly flawed او لا كان فيه شيء هفوت in other words we act on the messages before we take action based on them قبل ما تنديروا تنحلوا الخطاب والرسالة قبل ما نصرفوا انطلاقا من مضمون ذاك الرسالة او مضمون ذاك الخيطة when we enact critical thinking on a message فاش نطبق قمة ان هاد الخطوات critical thinking على شيء حاجة we engage a variety of skills including نستخدم بزاف ديالسكيلز اللي بينهم listening analysis evaluation and interpretation or explanation interpretation تقريب من هي التفسير او التحليل او شيء and enter explanation تمنى ان يكون هذا الشرح لا بأث به ترجمة نانسي قنقر